العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ليست على ما يرام منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني تزداد حدتها مع كل تصريح يخرج من هنا وهناك بعد أن كانت واشنطن داعما كبيرا لسلطة الفلسطينية وراعيا لها منذ نشوئها منذ اتفاق أوسلو عام 93 من القرن الماضي السفير الأمريكي في كيان الاحتلال ديفيد فريدمان أصبح الواجهة الجديدة في تأزم العلاقة بين بلاده وسلطة الفلسطينية جديده تصريح ألمح فيه ولأول مرة باستبدال رئيس السلطة محمود عباس ما لم يتفاوض مع الاحتلال وهو شبيه لما فعلته إدارة جورج بوش الإبن بقطع الاتصالات مع الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل تغييبه عن المشهد السياسي الفلسطيني السلطة الفلسطينية أعلنت رفضها ما قالت إنها تفوهات صدرت عن سافير واشنطن لدى تل أبيب لما تشكله من إساءة للشعب الفلسطيني وأضافت على لسان مسؤول ملف المفاوضات فيها صائب عريقات أن السفير الأمريكي بتصريحاته غير المسؤولة أظهر مرة أخرى التزامه الأيدولوجي بسياسة الاحتلال بل إن تصريحاته تهدف لتعزيز الاستطان الصهيوني السفير الأمريكي بدوره سدرك الحدث متأخراً وعاد وقال إن بلاده لا تسعى إلى استبدال محمود عباس زاعماً أن التصريح الذي نشر في الإعلام وأثار ردوداً فلسطينية غاضبة تم اقتباسه بشكل غير صحيح لكن دخول مصر على خط الأزمة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ربما يصدق الرواية الأولى إذ تحاول القاهرة كما ذكرت مصادر صحفية إقناع واشنطن بالتريث في مواجهة رئيس السلطة والتي من بينها ما زل به لسان سافيرها لدى تل أبيب الإطلاحة بمحمود عباس وبالتوازي مع حملة الوساطة المصرية هذه دخلت مصر في خط ثاني لأزمة تعصف بسلطة الفلسطينية مع قطاع غزة وتسعى مصر في هذه الجولة لإقناع عباس بعدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد قطاع غزة كان قد هدد بها مؤخراً ولعلها آتت بعضاً من أكلها بعد وعد عباس للجانب المصري بعدم المضي في إجراءاته العقابية ضد غزة لكنه أبدى تشدداً في ضرورة تسليم الملف الأمني فوراً في غزة لكن التخبط الحاصل في أروقة السلطة الفلسطينية سواء على المساوى الفلسطيني أو العربي والدولي ينذر بتغييرات في المشهد الفلسطيني قد تكشفه الأيام المقبلة